الجرعة المفروض الطبيعية ناخد منه قرص؟ الكابسولة المصرح بيها يوميا هي كابسولة واحدة فيها كفاية قوي طبعا وانا مش عايز اكتر اصلا عندي تركيزة عالي في الزنك وعندي فيتامين سي 500 ميلي جرام وعندي فيتامين بي وعندي يعني هلين نوضح انه مش بكتره؟ اصلا ان الفايتامين مش هيبقى انا هبقى احسن لما اخد قرصين في اليوم في ناس ممكن ما احنا بنوضح للناس اللي برضو الجزئية دي بتختلط عليه حاجة مهمة ما ينفعش انكتر في فيتامينات والمعادن اواخد حاجة تانية مشابهة ليه فيها نفس الخواص بس بنسب اقل مثلا اواخد مكمل تاني مثلا اواخد نقطة مهمة مش هينفع خالص الكلام ده الفيتامينات والمعادن مش بكترها احنا بناخد الانتاج اللي محتاجينه اليومي هنزود على كده اذا الجسم محتاج بقى حاجة او لو محتاجين بقى ده وقتها مع الدكتور ده استشار الطبيب يعني فيه فيتامينات معينة بتاخديها بتركيز عالي قوي قوي ده التركيزات العالية قوي ده تحت بقى ايه استشار الطبيب مالتي فيت ايه الوضع؟ مالتي فيت انا ما عنديش دخله فيتامينات قبل الزوابان في الدهون انها تتخزن فمعنديش مشكلة ان انا استخدمه على طول وزي هم يحبوا انا هم بيقولوا مثلا هل فيه مشكلة ان انا امشي عليه موقفش شهر لا معنديش مشكلة اللي عايز وقف شهر هو حر اه دي حاجة حرية شخصية بس انا بحب ان انا بزبط دي حرية شخصية لاي حد لكن انا بحب ان انا طول وقت ادعم جسمي بالفيتامينات والمعادن الجسم محتاجه يوميا احنا واولادنا على فكرة عطبا عشان ما بداش كلنا بناكل اكل صحي طول الوقت الريتم السريع بقى نخلينا دايما بنميل لحاجات سريعة مقليات كتير يا الله المقليات يوميا الاطفال والفريز والحاجات وبقيت فكرة ان احنا نخرج الولاد في الوضع والستات تستسهل على فكرة الستات تستسهل هو منقلي ونحطه القليق معنديش مشكلة بس مش كتير لا نقلي عادي مفيش مشكلة بس انا بقول ايه ما يبقاش يوميا طول الوقت اه يعني نعمل بريك في النص يعني بقى ماشوي مقلي مرات يعني ننوع 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 والزيت ما نقضحش فيه كذا مرة ده خطر جدا استخدام مرة واحدة بس الناس بتزعل مني لما بقول كده لا لا انا بقولكو الزيت مرة واحدة والله انا بعمل اكتر من كده للامان وبقلل منه كثير يعني لكن اتمنى حضرانكو تبضلوا دايما بصحة وعافية بجد والله اشتركوا في القناة